الموضوع واضح قدامنا قدامك انت يا مواطن حضرتك محدش ياخدك بعيد قولي الرئيس ملتزم مصر ملتزمة هتحمل ميا هتحمل ميا ده حقك التاريخي محدش يقدر امريكا امبارح ما طلعها بيان فيما انتهى القوة حماية الحقوق التاريخية لكل دولة خلاص نقطة ده موقف امريكا موقف الادارة الامريكية الموقف يساند حقوق الدول وكل دولة لها حقوق تاخدها بما فيها مصر احنا النهاردة محدش يتحك عليك قلتلك من الاول هو عايز ياخدك لسكة معينة لسكة معينة الرئيس اجتماع اول امبارح المجلس العلقات المسلحة اول امبارح الصورة وعقب اجتماع المجلس العلقات المسلحة اول امبارح مش السنة اللي فاتت يوم الخميس اول امبارح قدام حضرتك مصر دورة مؤسسات اجتماع المجلس العلقات المسلحة برئاسة قائد الاعلى القوات المسلحة قدام حضرتك الجيش قوات المسلحة اطمئن ما بقولش بعمل لا انا بقولك كلام الرئيس النهاردة والدائما حقوق مصر التاريخية لما احنا بنعمل كده عندنا حقوق يا جماعة حق مصر محدش يقرب له اجتماع اللي قدامك اهو ده كان يوم الاربع بالمناسبة سيد الرئيس رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس المخابرات العامة رئيس سيد الرقابة الإدارية وطبعا لحضره السيد المدير مكتب الرئيس لو محسن عبنان يبقى كل ده اجتماع كان اجتماع مهم او يوم التلاتة اللي فات دي الاجتماعات اللي عملها الرئيسي لمين اللي فاته يطلع الرئيسي الكلم النهاردة ان احنا كنا نتمنى من الجانب الاسيوم النهاردة يعني دنيا توضح لنا فهي يكتب الرئيس الكلام ده